أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سسين والقرآن الحكيم إنك لن المرسل على سراط مستقيم تمزين العزيز الرحيم لتنذر قوامهم ما نذر آباؤهم فهم رافلون لقد حق القوم على أكثرهم فهم لا يؤمنون إن جعلنا في أعناقهم أضلنا فهي إلى الألقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سجا ومن خلقهم سجا فأغشيناهم فهم لا يبصون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع النكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كهيم إنا نحن 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 الموتى ونكتب ما قدموا وآتارهم وكل شيء أحصيناه في إيمان مبين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا عليهم إذنين فتكذبوهما فعززنا بثالي وطالوا إليهم المرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مكين وما أنزل الرحلة من شيء أنتم إلا تفعيهون قالوا ربنا يعلم إنا إذن مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبينا قالوا إنا بطيرنا بكم ليلا تنفهوا لنرجمنكم ليما سركم من هذا بالغليمة قالوا طائركم معكم أن ذكرتم بل أنتم قوم مسربون وجاء من أقصى المدينة رجلا يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم تبدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دوني آلهة كير من الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقضون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومي من بعده من جنب من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم آمدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميدة وحيينا وأخرجنا منها عبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت غيرهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومن ما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار وبيناهم الظلمون والشمس دليل مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادة العرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر وللليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في البلغ المشعون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نورقهم فلا صديق لهم ولا هم ينقضون إلا رحمة منا ومتع المناحين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلقكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آياتهم من آيات ربهم إلا كانوا عنا مرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعموا من لو يشاء الله أطعما إن أنتم إلا في ظلم مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق قصور فإذا من الأدات إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق الموصلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مؤذرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجلة اليوم في شعور فاكرون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكفون لهم بها فاكاة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأعبدوني هذا سرط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم الذي كنتم توعدون إصلواها اليوم بما كنتم ذكرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأما يبسون ولو نشاء لما صفناهم على مكانتهم فما استطاعوا ضيّا ولا يرجعون ومن عنه ننكسه في الخلقه فلا يعطلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويعق القوم على الكثيرين أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أن عاملوا وظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب وفلا يشكرون واتخذوا من ردون الله آلية لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جود محضرون فلا يحسن كقولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أن خلقناه من نطفة فيدا وخصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل احجي الذي أنسأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأحضر نارا فإذا أنتم منه توقلون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو القلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيليه ملكوت كل شيئ وإليه ترجعون صدق الله العظيم